التعهد الذي أطلقه أو تعهد به ترامب بإيقاف إطلاق النار كما قلت في مقدمتي هل وقف إطلاق النار سيكون وفقاً لشروط وقوانين أممية ودولية كانت قد اتخذت بوقت سابق من عدد 17-0-1-15-59-16-80 أم سيتم وفقاً لمزاج ترامب ونتنياهو ضمن هذه المرحلة علينا أن ترئيس إلى لا دزال أمامنا بضعة أسابيع إلى ذلك الحين ربما سيكون نتنياهو قادراً على حسم المعركة إلى حد كبير إذا استمر ونتنياهو يستغل هذه الفترة سموها فتة البطة العرجاء يعني هذه الانتقال بين منصب الرئيس بين الرئيسين هذه الفترة سيعمد نتنياهو وسيزيد من شدة الضربات على لبنان وعلى خصومه بكل مكان بالدرجة الأساسية حينها ربما ينشأ وضع جديد الوضع الذي يريد أن يخلقه نتنياهو لفرد شروط جديدة ليس فقط عند 17-01 ولكن أيضاً ربما كما طالب قبل الآن بضرورة أن يكون هناك قوة دولية وأن تكون للقوات الإسرائيلية الحق في التدخل ومراقبة الأراضي اللبنانية وغير ذلك لكن اسمحني قليلاً ببعض التوضيح فيما يتعلق بالتوتر أو النزاع بين الطرف الإيراني والأمريكي بهذا القصوص أنا أختلف مع دكتور صدقيان بنقطة واحدة هو قدم لنا مشهداً على أن أمريكا لديها رهاب من قوة إيران ومن دور إيران في المنطقة المسألة ليست ببساطة أعتقد المسألة أبعد من ذلك هي مسألة جيوسياسية ولايات المتحدة ليست بصدد إضعاف إيران ولا ترغب في إضعاف إيران خشية من حدوث فوضى في إيران وأبعد من ذلك سيكون للروس والصينيين الذريعة في الوصول إلى الخليج وهذا ما يخشى ولايات المتحدة تخشى من أن إضعاف إيران في هذه المرحلة أو وصولاً إلى أسقاط النظام أو كما التزم الحياد السلبي إذا اتفاضت جينا أميني من شأن ذلك أن يضع الخليج تحت الرحمة النفوذ الصيني والروسي بالدرجة الأولى وهذا ما سيكلف الأمن القومي الأمريكي كثيراً ويفقد دوراً كبيراً في المنطقة هذا هو السبب الأساسي الذي يراعي يجعل الولايات المتحدة وخاصة الديمقراطيين يراعون ويداهنون إلى حد الكبير ويتعاملون بمرونة شديدة مع الطرف الإيراني لن يتخطى هذه القواعد الجيوسياسية نسميها ضوابط قبلية دكتور يعني لن يستطيع ترامب في هذه الحقبة أن يتخطى هذه القواعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر